السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة من طيبين جميعا اهلا بكم في قناة تصبيرة وسهرة مصرية مع امرو السيد لو اول مرة تشوفني يا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك وشير وتعليق للفيديو وتدعمني شكرا لكم لو لسه ما دمستش الفول يا جماعة عندي طريقة سهلة جدا انا بتتبعها من زمان في تدميس الفول لان اه بجيب الفول وبخسره كويس جدا وبنقعه في المياه طريقتي يا جماعة البساطة هي النقع طول الليل اه في الفول مع تغيير المياه لان المياه الكتير بتعمل تشبع للفول وبالتالي هياخد سوا معاكو قليل انا كيلو الفول ده اه خد معايا اقل من ساعة او ساعة الا خمس دقايق وكان استوى تماما لان انا كنت بغسله على طوله باستمرار ونقعته وكل ساعتين تلاتة اغير المياه لحد ما تشبع الفول تماما بالمياه وكان نظيف جدا طبعا انا باخصل الفول وبنقعه في المياه كتير وطبعا بكون من الايام قبلها واي حاجة اه فول زايد على الوش تعرف اللي هو فاضي فبتشليه ما شاء الله الفول زي الفول لهوت عندي هناك زرايا وطمط مياه والدقة هي عبارة عن طوم مع قرنفلفل حامي اه كانوا عنده في الفريزر وطبعا بتصب مياه سخنه على الفول وطول ما هو الفول على النار يا جماعة لازما تزود المياه على طول باستمراره تكون مياه سخنه ما شاء الله يا جماعة كمية الفول هاي كبيرة وده بعد ما استوى تماما وادا الجزر وما خدش مني يعني اقل من ساعة آآ ادا الفول هيت مستوية تماما آآ طبعا جبت كياس عشان احط فيها جبت كوباية وحطت فيها كيس عشان اقدر احط فيها آآ الفول بعد ما دربته في الخلاط لان احنا بنحبه ناعم وطبعا عشان الطماطم والحاجات اللي فيت الضرب كلها هو مفيد جدا بحط الكرنبين في كل كيس آآ كرنبين كبار وطبعا بخرج الهوى منها هو اقفل الكيس وهنبدأ آآ نحط كل الكمية كلها في الكياس يارب الفيديو يكون عجبكو يا ريت تدعموني وتصالوا عن نبي آآ طبعا يا جماعة كمية الفول دي تعملت لي تسعة كياس آآ الفول صح جدا وما خدش مني وقت والله ما عادش خمس ست ساعات زي ما الناس بتقول لان انا طريقتي هي النقع اللي انا بنقعه كل ساعتان ثلاثة اغير الميا لحد ما تشبع بالميا النظيفة وبغسله كويس جدا وبدعاكو بايدي ادى دول تسعة كياس يارب الفيديو يكون عجبكو وطبعا احطوهم عندي في الفريزر شكرا لكم في امان الله اشتركوا في القناة